السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم حيلة لتحضير الخضر اللي كيوجدوا يعني بسرعة وكيحفظوا على الفيتامينات ديالهم نتقدروا ترافقوا بهم اما المشويات او على شكل سلطة وغدا نتشارك معكم كذلك نوعين مناس ثلثة وتفضلوا معايا باش تفوت تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة انا الخضر اللي اختارت اليوم هما اه بتاطال باربا خيزو شوية ديال اه شوفلور وشوية ديال اه البروكولي وشوية ديال الجلبانة كنوضعو غير الملح انا بغيتو تتبلوهم يعني قبل يعني دابة ممكن قطعو يعني البصل قطع صغيرة او تحكوه وتنسمو بي حد الخضر هادي تزيدو شوية ديال زيت سيتون انا غدا نخليهم غيها كده غيم عمليحة لانا غدا نحضر واحد صلصتين هما لغدا هما لغدا رافق بهم هاد الخضر هادي سافي كناخدو الورق كنغلفو به ديك الخضراء يعني الخضر اللي غتختارو سافي هنا الباربا بها الطريقة هادي كتحافظ على اللون ديالها سافي غدا ناخد جميع الخضر كلها غدا نوضعها هكذا في ورق يعني غاكلفو يعني كيف ما لفيتو من بعد ما كملت الخضر ديالي كاملة يعني باش نختصر ليكم سافي غا نجيب هنا الكسكاس غدا نوضع هاد الخضر كاملة سافي كنوضع شوية ديال اللماء في يعني في التحت ديال الكسكاس وكنغطيه وكنخليه تقريبا كانوضع دائما يعني بحدة بالباربا وخيزو وبطاطا كنخليهم هما التحت والخضر لي ما كنتاخدش بزاف ديال الوقت هي اللي كنديرها من الفوق بحل اه اه جلبانه وشوفلوخ قدرتهم من الفوق صافي وكنخليها اه على نار هادئة يعني كتاخد اه تقريبا على حسب اه يعني على حسب السرعة ديال النار تقريبا خذت لي انا يا عشرين دقيقة ها هي وجدات كيف ما كتشوفو كنا اخدو واحد الموس يعني واحد السكي وكنت كوها كده يعني الخضر شوفوها واش طابت ولا الله صافي بالنسبة لي طابت وغالبا يعني الخضر اللي كتكون لتحت رها هاكا طيب بسرعة ذاك شي باش كنديرو اللي كتاخد اه ني وقت اه اكتر هنا بالنسبة للسلسة غدا نستعمل هنا اه البازيليك لحبق طري كنمسحوه مزيان كنغسله وكنمسحوه اه نمسحو الوريقات ديالهم غا نستعملو غير وريقات بوحدهم هنا اخديت بصلا خدارية قطعتها اه كيف ما كتشوفو معي هادش كله غدا ان انطحنو ان شاء الله يعني كتقطعو على حسب الروبو ديالكم الكن ما كيتحنش مزيان قطعوهم قطع صغيرة هنا عندي اه زريعة نوار الشمس ليتقدرو تعودوها اه اما باللوز مقشار او اه كاجو او زريعة لجرعة اه او كوكاو اه او اللي بغيتو يعني اللي توفرتو علي غي هو كترقدوه كترقدوه كتغسلو هادا كتزولو هادا كل ما اللي رقدتو فيه وعد كتزيدوها على هاد الثلصة هنا اخديت ملعقة ديال الهريسة كتبقى يعني على حسب الضوقة ديالكم وغدا نزيد اهنا ايا الملح بالنسبة زيت الزيتون يعني كل ما زدنا زيت الزيتون كل ما كتزيد تعقاد هاد هاد السلصة وكل ما اللون ديالها كيتفتح يعني الا بغيتوها تكون خضراء اكتر كتزيدو غي شوية ديال زيت الزيتون ايلا بغيتو اللون ديال هيكون فاتح كتكترو زيت الزيتون انا كيف ما شفتو معي عصرت حامضة كاملة وزيت الزيتون انا ما ضفتش بزاف ضفتغيش شوية وغدا نديها اه نتحنها كيف ما شفتو معي كتولي عليها تشكل يعني انا هنخليها هكذا تقيلة هادي كتجي رائعة كتجي لديدة 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 بزاف يعني بحل شكل بيستو غي اياما فيها شلف خماش هنيا اه رقدنا اه زنجلان اللي احت هو يعني مرقد ومحمر اه محتى يعني احت حمرته عاد رقدته نرقدته في الماء وزيت ليها قطعة ديالزنجبيل وفص من التوم وهنيا من اللي تحنتو زيت ليها عصير اه حامضة وهنا غنزيد شوية ديال الحار كيبقى على حسب الضوقة ديالكو ومليحة سفي من بعد ما زدت المكونات كاملة غنزيد هنا زيت الزيتون وغدا نبقى نتحن ونزيد الزيت الزيتون على حسب يعني اه اه انا غنخليه حتى كييولي بحل بحل مايوناز يعني انتوما كتتحنوا كتتضوقوا كتصحوا يعني الضوقة على حسب الضوقة ديالكم حاذب الزنجبيل لكن ما كيعجبكم شو ممكن تستغنوا عليه لي ممكن زيدوا لهذا السلصة هدي هو شوية ديال اه شوية ديال العسل يعني ممكن زيدوا لها شوية ديال الحلاوة سافي هنا الخضر ديالي اه ملي وجدات دابا غدا نبدأ غدا نستفا يعني عشوائيا لان الغرض من هاد الفيديو هو الحيلة ان انا كنطيبه كل شي في مرة وفي نفس الوقت كتبقى لينا كل خضراء بوحدها يعني ماشي الغرض هو التزيين سافي انا حطيتم غي هكذا عادي يعني اه كل خضراء حطيتها بوحدها سافي وغدا نزيين يعني بالسلصات اللي كي جولدادين بزاف يعني بالنسبة للمضاق يعني انتو ما كتحنوا فيهم وكتقدوا يعني المضاق ديالهم كيف ما بغيتو وفي اخير هاد الفيديو غدا نخلي لكم ان شاء الله اه سلطات او مقبلات بتتبيلة مغربية اه لبقي ما شافوه مشا نخلي لكم بعد الصور ونخلي لكم الروابط كذلك اسفل هاد الفيديو اه بالنسبة لهاد السلطات هادو هاد السلطة ديال نقدروا رافقوا بيحت الخضرطرية يعني كتجي كتلدد الخضرطرية بواحد الشكل اه رهيب وخاصة هادي ديال الحبق اه الحبق ممكن نعوضوه بالقصبر يلا بغيتو او المعدنوس على حسب طوق ديالكم انا ما كيعجبنيش بزاف المعدنوس مني كيكون اه هكذا اما كيعجبنيش من المعدنوس يعني كان فضل ديال القصبر تمنى ان شاء الله يعني تجربوا هاد هاد الحيلة تنفعكم اني تكونوا هكا زربانين خاصة اللي كان كيعجبكم يعني الخضر تكون اه طيبة مزيان وتجربوها تردوا علي الخبر كيف العادة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة